اتقننا احكام العبادات والمعاملات تفقهنا في هذه الاحكام التي نبتلى بها انتهت القضية عند هذا الحد؟ لا اكو عندنا نوع ثاني من الشرائط وهي شرائط القبول احيانا العمل صحيح جامع للشرائط ولكن مو مقبول عند الله الله لا يقبل هذا العمل هذا العمل ما في اعادة ما في قضاء ما في عقاب لانه صحيح ولكن مو مقبول عند الله لانه فاقد لشرائط القبول توجه القلب الى الله من عمدة شرائط القبول اذا واحد فكرة مو عند الله لا يعرف ماذا يقول فكره هنا وهناك حقيقة هذا فرع من فروع حب الدنيا الانسان المشغول بالدنيا الانسان اللي يحب الدنيا هاي الدنيا تتملك تاخذ قلبه تاخذ كل كيانه تاخذ قلبه وسمعه وبصره ويده ورجله وكل كيانه يتوغل في هذه الدنيا حب الدنيا حب هذه الحياة من اللي يسوق الافراد الى معصية الله تعالى هو هذا حب الدنيا من الذي يسوق الافراد الى منع الحقوق الشرعية حب الدنيا ما يقدر لان هذه الدنيا ماخذ بقلبه مالك قلبه واحاطت به خطيئته من كل جانب من الذي يمنع الافراد من اداء الديون يدايا من واحد ثم لا يؤدي ذلك الدين وهو قادر اذا مو قادر خب معذور اللي مو قادر معذور ولا يمكنك ان تضغط عليه ولكن اذا يقدر من اللي يمنع من ذلك حب الدنيا هذا يتملك القلب الانسان في حياته في متجره في بيته حتى في صلاة هذه الدنيا متملكته تجره نحوها يقول الله اكبر وفكرة في المتجر يقول الله اكبر يقول اياك نعبد واياك نستعين وفكرة في تجارته وفي امواله هذا في الواقع فرع من فروع حب الدنيا الله يقبل هذه الصلاة حقيقة هذه الصلاة مقبولة اذا عرضت علينا صلواتنا عرضت علينا مو على الاخرين هذه الصلاة التي نصليها حقيقة احنا نقبل هذه الصلاة التي نصليها نحن الحكم ما يحتاج الى حكم اخر احنا اذا تحدثنا مع واحد عادي تحدثنا مع واحد عادي نتوجه اليه نقبل عليه اذا واحد حقيقة القضية ما تهتم بيه ما تتوجه اليه شايفين بعض الافراد ما يهتمون بزوجاتهم او بازواجهم المرأة تتحدث فكرة في مكان ثاني هو يتحدث وياها فكرة في مكان ثاني صديق ما تهتم بيه ما الى قيمة عندك فقير مع الاسف هذه الظاهرة موجودة فقير يتكلم ويانا هذا فرع من فروع الطغيان من اهتم بيه فكرنا في مكان ثاني حتى اذا انجاوب فكرنا في مكان ثاني من اهتم بيه لان ما الى قيمة عدنا الصلاة اذا ما الهقي معد واحد ما يهتم ما الهقي يتكلم مع الله تعالى وفكرة في مكان اخر يقول اياك نعبد وفكرة في بيته وزوجته وسيارته واولاده حقيقة هذا مو فرع من فروع حب الدنيا مو من فروع الانغمار في هذه الدنيا مو من فروع عشق الدنيا مو من فروع الاهتمام بهذه الزخارف الزائلة هذه الصلاة مو مقبولة عند الله لذلك اكو في الاحاديث انه يؤتى بالعبد يوم القيامة والعياذ بالله نسأل الله ان لا نكون من هؤلاء حقيقة اربعين عام مصلي الركعة واحدة من صلاة مو مقبولة ركعة واحدة مو مقبولة عقاب ما علي لان صلاة صحيح لكن الركعة واحدة من صلاة مو مقبولة لانه من بدأ الله اكبر الى ان سلم كل فكرة من هنا وهناك لم يتوجه الى الله لم يتوجه الى ما يقول لا يعرف ما يقول حتى تعلموا ما تقولوا او ما تقولون